والله يا جماعة أشوفوا بعيد عن كل شيء وبعيد عن هذه البرامج اللي ما ندري كم نجلس فيها هل بنكمل فيها سنة سنتين شهر شهرين سنة يوم يومين ما ندري هل بنكمل في البرامج هل بنكمل في هذه الحياة ما ندري لكن الأصل والحقيقة الثابتة أن هناك ما تستطيع تدفعها اليوم لتجدها أمامك غدا و صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص ماله من صدقة بل تزده بل تزده وأيضا أحد الصحابة جاء للرسول قال أني تبرعت بمالي كلها توقع وفيما معنى الحديث إلا ربع قال لا قال أني ما خليت من مالي أو ما تركت من مالي إلا ربع قال لا بل أنك يعني صرفت كل مال يعني مالك كله ستجده والربع هو اللي صرفته يعني اللي تخليه عندك الآن في جيبك هو اللي والله المصرف لكن اللي تصدق بهذا مش صرف فهذا شي ستجده أمامك جبالك الحسنات اليوم عندنا وقف محوكم وقف حقيقي وقف مصرح من الدولة وقف في زمن يعني يمكن صعب جدا أنك تجد محتاج لكن في نفس الوقت سهل جدا أنك تتصدق من نعم الله علينا أنه سهل علينا طرق التبرع من نعم الله علينا أنه يسرنا طريقة التبرع السهلة البسيطة من خلال تطبيقات في جوالاتنا اللي نحملها بين أيدينا وما نخلي تطبيق وما نخلي إنسان في هذا الكون اللي نتلحقه إنسان في الصين يمكن نتلحقه الله يقلع هذا الوجه لم أدري كيف قايل وأحدم في أفريقيا وأحدم مدري وين ونحن في جوالاتنا بينما نستطيع من خلال هذا الجوال نستخدم استخدام حسن أن كل يوم تخلي لك أثر يبقى لك إلى يوم القيامة من خلال صدقة بأي مبلغ تجود به نفسك عود نفسك والله ترى الإنسان يعني أنا فهد معيان عنده عادة سيئة في شرب أحد المشروبات أيوه أنه كل يوم أطلعنا وياه مشروب طاقة مشروب طاقة فهد يشرب 2-3 في اليوم كل يوم يمر كذا نطلعنا وياه يوقف عنده محطة يأخذ يحط في يده يشرب نصه مدري كم له ولده اليوم كنت سؤاله فهد قلت هل هو يا فهد شهوى كنت تنصى عنه هذا الموضوع كلا والله عادة تعود أنه يوقف كل يوم يأخذ المشروب يمسكه في يده يشرب وينزله والعادة هيش مو بأي محطة لازم ثلاجة خاصة لجبال جمرة يعني مع أنه يترك في يده لين يحتر يعيش المفهوم عنده ما أدي هذه عادة ترى العادات إذا سويتها لمدة فترة طويلة تشير نفسك خاصة يعود عليها متقبلتها عجل كذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شهد تكبيرة الإحرام أربعين ليلة كانت لها برأتين من النفاق ومن النار صحيح ليش لأنها ستصبح تكبيرة الإحرام عادة عندك الله لأنه كل يوم خمس مرات لمدة أربعين يوم خلاص ستصبح أنت برمج أنت برمج يعني أربعين يوم خلاص جسمك حتى البرنامج أنت اللي تشوفني أحبيب المتسابق كبير يا باب دل والله أن هذا البرنامج هو نقطة تحول في حياتك إذا استخليت هذا البرنامج استغلال صحيح في أنك تتعود على الصلاة في وقتها تتعود على قراءة كتاب تتعود عن ترك عادة سيئة تتعود على كسب عادة حسنة من قراءة وغيرها يعني صدق هذا البرنامج وتغيير عادات وهو نقطة تحول في حياة متسابق مثل ما كان نقطة تحول سالم نقطة تحول علي اكتساب العادات الحسنة من خلال هذه برنامج شي حلو في كثير منكم سيكتسب عادات سيئة فانتبهوا والواحد يعني حاول مثل هذه العادة الحسنة أن يعود نفس عليه لأن دائما العادات الحسنة بدايتها الواحد استصعبها بس في شيء يردك لكن مع الوقت خلص تفضل علي مع الوقت الواحد يصير يستصعب الشيء لكن في البداية إلى أن يتعود عليها بس السلام يقول إذا مات ابن عادة من قطع أعمله إلا من ثلاثة وذكر منها صدقة جارية أذكر يوم واليام كنت حاضر جنازة أحد الأخوان أسأل الله أن يغفر الله ويرحمه في المقبرة واقف جنبي واحد وإحنا على القبر قال الله أني ما أذكر هذا الرجل رجل صدقة رعي صدقة ورعي طاعة ورعي عبادة تخيل سمعة هذا الآدم بهذا الشيء اللي ورثه عند العالم أن الرجل يتصدح لا يعلمون عنه إلا صدقة لا يعلمون عنه ما يمشي عند جارة في الحي إلا متصدقين عليه ولا ينامن عنده أحد العمال في المزرعة إلا هو متصدقين عليه ما أعطيه ولا هلا إلا يسافر ديرته ما راح عنده واحد من في حارته إلا أعطاه صديقته ما راح عن جمعيه إلا أعطاه صديقته ماشاء الله اجعل هذا الشيء حاد لك والله أننا نغلط وأننا نذنب وأننا ناقصين لسنا كاملين لسنا أمبياء ولسنا ملائكة زي ما قلتب عبدالله نلحقنا واحد والله المقطع الفلاني فيه كذا 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 الصور الفلانية فيه كذا كذا يا أخي كفر عن هذه السيئات استغفر وتصدق ادفع ريال هنا وتصدق ادفع ريال هنا والله أني أعرف أحد الشباب أني ممكن راتبا بسيط لكنه يدفع يقول والله أني أحط لها في العيتي تام كل شهرين شهر شهرين والله الذي لأن الله أصلح لزوجته وأصلح لذريته عياله لا إله إلا الله طايعين أبوهم لو يقول لهم قوم وصبق هو وكلكم الثلاث صبوله وكهو جو كلهم روح يسوه وراح يسوه بالرغم من الرجل يمكن مقصر أنه يغيب على البيت كثير وروح يجي ويسترحت لكن إذا أراد الله أن يسخر لك أبنائك بصدقة والله يسخر ملواء لو ما كنت في البيت الواحد يجعل هذا الشي ديدا له في حياته يدفع يجعل نفسه معطاء أصلا هذا الشي يعودك على صفة حلوة أن تكون معطاء بين بعض أره يجي اللي فلوسه ما يتنجيبه وجالسنا عليه وراح لا عزم ولا تصدق ما أقول لك كن بخير بس أنه فعلا ترى الصدقة تربي على عطائك في عزيمات في كل شيء في كل شيء في حياتك اجعل هذا الشيء وقف بينك وبين ربك بس ادخل تطبيق ادفع مبلغ بسيط احنا مقبلي عن رواتب والله العظيم لو حطيت لك 100 ريال أو 50 ريال أسأل الله يجعلها عنك وعن والديك الآن الفترة هذه أفضل منها أكيد علي قال جملة يا أخي سبع اللي هو حديث السبع اللي يظلهم الله في ظله يوم ما لا ظل اللي رجل تنفق يمينه أحدهم ذكر رجل تنفق يمينه ما لا تعلم شماله قال علي بينك وين ربك في الجوال أخو صيح صيح والله سهلا حتى يمكن تصدقت عليه ما تعرفه لكن إيش أنت صدقت أنفقت بيمينك ما لا تعلم شمالك ولا أحد يدري وفي وقف سيبقى إلى يوم الساعة إلى يوم القيامة إن شاء الله هذا الوقف باقي في مكة موجود قدامكم ومبني الآن أساسه وعظم باقي بس اكتماله ساهم والله ستجده أمامكم يا أخي يا أبو عبد الله حديث براءتين من النفاق وبراءتين من النار من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما المتسابقين الآن أمامهم فرصة 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 والله أني أتمنى أتركه من القصيد والخرطي أني أتمنى بس يا أخي أنا ترحاوك تصدك وابو عبد الله ما إن شاء الله لا قوة ألا بالله إن الله فتح عليك الفتح هذا فعلا أقول في نفسي من أول طيب أنا أحافظ أصلا بنفسي خلاص أنا أضمن البراءتين لا ينطق عن لها على الدعزة وهو لا ينطق عن لها خلاص البراءة هنا ما ليش يغل أنا كذا عامل الحديث النصوص لكن إذا تعودت فعلا خلاص الله أبخص بك وأعلم بك وأدرابك وهو اللي يصمم عقلك وتفكيرك وجوارحك محركاتك وهو اللي يصممها كتب كتابك قبل أن تخلق نعم إذا صملت أربعين يوم تصمل إذا صمل عوت نفسك على البذل بتحس بحلاوة الصدقة وبذلها وفي النهاية الدين عظيم خذ من أغنيائهم ورد الفقراءهم الله غني عننا وغني عن صدقاتنا ولا يبليه ولا يبقرابين مثل بعض الأديان نسل الله السلامة اللي يدبحون ويعطون واللي يجبون ذهبهم وينطلون عند الأضرحة خذ من أغنيائهم ورد الفقراءهم دين يتوافق مع الفطرة والتكامل الاجتماعي جميع مناحي الحياة الشاهد الشاهد صلاح الأبناء فعلا بالتجربة من ناس نسمعهم وناس ينقلون بالصدقة ولا ما في مانع يا أخلي أتصدق ويقول يا رب أنك تصلح أولادي بهذه الصدقة يا رب أنك تصلح ذريتي بهذه الصدقة ما نراها الآن في المجتمع وفي المجتمعات غربية ومجتمعات داخلية وبعض الأمور ليندالها الجبين أيضاً الإنسان يسول عليه ويبذل وتصدق والله يجعلنا مفتح الخير مغالق للشر وشكراً لكم على هذه والله دقيقة أنا جامل حديث تجلى يا أخي حظ ناصر الغامدي أقولك إستانسون ما تصدق إذا رأى قم قال علي بيقولوا والله أنا رأى أوقاف والله من وقف الخط مناصر وكثير من الناس يتكلمون عليها أبو عبدالله فيض الله وجه هو ملك قفال الأوقاف في المملكة العربية السعودية ماشاء الله تبارك وهو عرابها وهو يمكن أكثر واحد قفر أوقاف إن شاء الله بتلقاه توفيق على طاري الصدقة لما تقول أم عبدالله يمكن أن هي ما تبغاني يقولها الكلام لكن لعلها فرصة عشان يدعون للأموات أم عبدالله شافت رؤية قبل يمكن أشهر في الصيف في عز الصيف تقول شفت أمي جتني الله يرحمها أمها توفت يوم كنا في الحادث نحن رايحين كانت وفاة أمه قرأي قبل سنة في الصيف هذا الرؤية قبل يمكن شهر فتقول أني شفت رؤية أني تقول يعني كأن أمها جتها وسألتها وكيفك وش أخبارك وقالت والله وأني الحمد لله في ظل في ظل فلان فلان جت بنتنا زي المبنى وأن الحمد لله حامينا من الحر لا إله 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 تقول الحمد لله حامينا من الحر أنا وخوي عائل مشركت مشركت أم عبدالله لا بجيك العلم عمتي هذه نورة بنت مطلق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الله ويرحمه الله يرحمه عبدالله تمام تقول أنا وخوي عائل أخوها عائل كم توفي قبل سنتين أو ثلاث سنوات تقول بنتنا فلانة ذكرت اسم مبنى وأننا حامينا من الحرب الشرت تقول قمت تقول أنا مبسوطة من الرؤية وسألت الشيخ فسرت هذه الرؤية قال الشيخ فلانة تعرفينها قالتي فلانة كانت أمي يعني فلانة هي أرملة كانت أمي كفلتها كل شهر تودي لها مبلغ وخالي كان مستجر لها بيت الله وكان خالي يأخذ صدقة أمي هذه وديها للمرة هذه إلي أن توفت وصارت أمي تودي لها إلي أن توفت أم الله أكبر أم محمد أسأل الله أرحمه يا أخو فأبشرت أنها والله إن شاء الله أن هذه الصدقة هي ستر لهم من الحر ومن النار بذن الله تعال الله أكبر وهذه بشارة خير وهذه رؤية خير إن شاء الله سبحان الله والله أني ما كنت أبغى أقول هذا موقف لما تتكلموا الإخوان عن الصدقة أنا استذكرت هذا الموقف حتى يمكنت تقول لي قبل أسبوع أو أسبوعين والله أنه موقف عظيم وأثر فيني أثر يا جماعة الخير يعني ترى يعني يوم أفكر أنا صدق خلونا نتفكر الآن وأنا أعتذر ذات طلنا لكن والله مثلا الحديث أنه ممتع للنفس مثل لذة العطالي نطي أنا أمي توفت يمكن وأنا أبو ستة سنين سبع سنين يعني أتكلم عن يمكن سبعة وثلاثين سنة أو لا أفو ما تذكر يا أسلت مولughter يمكن ثمانة وثمانية ما تذكر حتى ما لا حتر يعني توفت قبل أربع وثلاثين سنة أو ثلاثة وثلاثين سنة جدي كم لهم توفي يمكن مائة سنة طيب أبوه جاب مائتين سنة طيب أبوه طيب أبوه يمكن ثلاثمية أو مائتين وخمسين سنة تخيل أنت مائتين وخمسين سنة في هذا القبر جدي الآن أبو أبوي أو أمي يمكن لهم في القبر الآن 250 سنة طيب هو كم عاش خاله عيش 60 60 70 أعمار أمة محاولة لولين بعد ما يطل وثبت في الصحيح ثبت في الصحيح أن هناك فيه عذاب قبر في القرآن ذكر أنا ما أدي أفسر أن اللي في القبر غدو وعشير يعرضون على النار أو روضة من رياض الجنة فأنت فعلك الآن اللي تسوي في هذا الدنيا فعلك في الدنيا اللي هو 60 سنة أو 70 سنة ستجد محصلتها في القبر إما لهيب أو نار وتعرض عليها غدو وعشية بسبب غيبة أو نميمة أو كلام أو ترك طاعات أو تقصير في العبادات في أركان الإسلام أو ظلم عامل يا أخي بعض الناس مثلا ترجي حياتها أول 20 سنة دراسة وتعليم ثم ثاني 20 سنة زواج وناء تكوين بيت العمر وبناء بيت العمر أو شراء بيت العمر ثم آخر 20 سنة ترقى التقاعد وتربية الأبناء وتزويجهم وتزويج ومهتمام بلحفات ما تقدر بس في الستين سنة هذه تجعل لك في كل شهر مبلغ بسيط يسير لك ولأبنائك ولذريتك ولأبائك والله العظيم أن توفيقنا ورزقنا وحلالنا وكل ما نفعل في حياتنا أن توفيق من الله سبحانه وتعالى ليس ذكاء مننا ولا تقول والله ذرابت مني عند مديري ولا ولا ذكاء مني الصفقة الفلانية فلسهم اقتصاد شرت لي سهم ونازل وضرب فوق واغتنيت والله ما هو بتوفيق منك والذكاء والله أنا توفيق من الله سعى تعالى والله هداك في هذا الموب الله هداك في هذا الموضوع لشيء معين فعلت في خير فعلت خير أردها الله لك في الدنيا وجعلت لك في الأخرى والله يا زيادة الفلوس في الدنيا إنها عب على الإنسان لأنك ستسأل عن يوم القيامة السيارة هي السيارة والبيت هو البيت والمركب هو المركب لكن القناعة اللي يمتلكها الإنسان قناعتك أنت يا الإنسان وأنت اللي قدامي بسوء بأي نوع جوال تمتلك أي نوع بيت عندك بيت شعبي بيت فلة متى ما كنت مقتنع بما رزقتك الله سبحانه وتعالى ستعيش في رغد العيش كأنك تمتلك الدنيا كما ذكر رسول عليه السلام يقول من بات في سربة من بات آمنا في سربة معافا في جسده عنده قوتة يوم فقد حيزت له الدنيا بحذفين أي والله أسأل الله سبحانه وتعالى في الثلاث الأخير من الليل أن يغفر لي ولكم وأن يغفر لي جميع المسلمين وأن يعفو عني وعن أصدقائي الموجودين معي اليوم وعن حبيبي وقول فادم عياني صلى الله سبحانه وتعالى وأن يغفر لموتانا وأن يغفر أبوي وأمي وأن يرحمهم برحمته وأن يتجاوز عنهم وأن يوسع لهم في قبرهم وأن يغفر العمتي أمو محمد مدام جاء طاريها اليوم أسأل بالله أنها نعمة مرأة وأن يتجاوز عنها وأن يعفو ويغفر العايد خال عيالي رحمهم الله بواسع رحمته وكانت قصة لعلها درس الإنسان حتى القرآن ذكر القصص للعظة والعبرة للفائدة عذرونا إذا طبرنا عليكم اليوم لكن الحديث الجميل اللي أنا استمتعت جدا فيه أكثر من النقد وأكثر من الصيح اللي صار لعله أدوء المجلس للإصابة للختار الله يتكبر هذا الحديث أنها كفارة لنا وليأعمالنا وليأفعالنا وعفى الله عنا وعنكم عما تقولون وما تكتبون آمين و بإذن الله تعالى ننعم في نعيم القبر في روضة من رياض الجنة و ننعم سويا على رائك في الجنة متقابلين متحابين بحول الله تعالى استودعكم الله و نلتقي بكرة في حلقة جديدة من الرادار كمان الله الله يزاك خير يا أبو عبد الله الله يزاك خير يا أبو دخل الله